قبيلة الجدعان من أهم القبائل التي واجهت ميليشيا الحوثي على مدى السنوات الماضية وهي قبيلة تتبع محافظة مأرب وتضم ثلاث مديريات من مديرية المحافظة هذه المديريات هي مجزر ومدغل وأيضا مديرية رغوان التي نتواجد فيها الآن في هذه المنطقة دارت اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية وتحديدا في هذه المناطق وهي مناطق مفتوحة في هذه القرى التي تعتبر القرى المحاذية لمديرية مدغل لا تزال هذه القرى مع قوات الجيش الوطني بينما ترابط قوات الجيش الوطني بعد هذه القرى وهي جبهة مفتوحة وجبهة هامة واستراتيجية بالنسبة لمديرية رغوان أيضا هنا يقع معسكر ماس في هذا الاتجاه يقع معسكر ماس وهو معسكر هام واستراتيجي حاولت قوات الجيش الوطني في الأيام الماضية أن تستعيد هذا المعسكر بعد أن سقط في أيدي الميليشيا الحوثية ويقع المعسكر ضمن نطاق مديرية مجزر أيضا تدور اشتباكات في وادي حلحلان هذا الوادي الهام والاستراتيجي والذي يثبع مديرية مجزر دارت فيه اشتباكات عنيفة في الأيام الماضية استطعت قوات الجيش الوطني أن تستعيد فيه مواقع كانت قد خسرتها في الأيام والأشهر الماضية هذه المنطقة هي هامة واستراتيجية نتيجة كونها تربط بين ثلاث مناطق من ثلاث محافظات وهي محافظة صنعاء وتحديدا فرضة نهم وأيضا محافظة الجوف حيث يمر من هذه المنطقة الطريق الرابط ما بين صنعاء ومأرب والجوف وأيضا تربط ما بين منطقة مأرب والجوف من خلال هذه الصحراء التي تمر بعدها مركز مديرية رغوان ويقع مركز مديرية رغوان في هذا الاتجاه ولذلك هذه المنطقة هي هامة واستراتيجية حاولت الميليشيا إسقاطها على مدى الأيام والأشهر الماضية لكنها لم تستطع نتيجة حاجز الصد الذي بنته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء هذه المناطق الثلاث الذين ساندوا قوات الجيش الوطني مساندة كبيرة واستطاعوا أن يحرزوا تقدما ملحوظا في مختلف الجبهات بعد أن كانوا خسروا مواقع كثيرة سيطرت عليها الميليشيا وأهم هذه المواقع هي معسكر ماس الاشتباكات اليوم تدور في محزان ماس وفي وادي حلحلان وفي المناطق القريبة من مديرية مدغل وتحديدا في كمب كعلان والمنطقة المحيطة بها وأيضا على مشارف هيلان الجبل الهام والاستراتيجي والذي يمر من تحته خط صنعاء مأرب الجوف محمد عبد الكريم من مديرية رغوان شمال مأرب لقناة يمن شباب ترجمة نانسي قنقر